تميز بأسلوبه العصري والبسيط في تصميم أثواب الرجال كما تميزت تصاميمها النسائية باستلهام الثوب الخليجي مع إضفاء لمسة أنوثية تناسب المرأة الخليجية من مختلف العمار طبعا هو المصمم حاتم عقيلة الذي أطلق أخيرا مجموعتين جديدتين واحدة الرجال وأخرى للنساء وينضم إلينا في الستوديو طبعا الحديث عن المجموعتين صباح كله بالخير صباح الخير كيف حال حاتم أنت معروف بخط مميز وأفضل مثال لتصاميمك طبعا الأشياء التي تلبسها شكرا أنت أخذت الثوب الخليجي طورت عليه دخلت عليه لمسات غربية شبهة تيشوت في بعض الأحيان وسويت نفس الشيء للكولكشن النسائية فخلينا نبدأ مع الكولكشن النسائي إيش موجود لشهر رمضان طبعا أنا فكرت أن أعمل فوتو شوت أنا بدأت أعمل التصاميم في المحلات حقتي وصار رد إيجابي جدا إيجابي قلت له ما سوي فوتو شوت وشوفنا لحين نيكي بيتش سويت فوتو شوت الفكرة هي أنا طبعا الفن الياباني اللي هو كيمونو أرت إمبرويدري هو بكون دائما الإنسبريش اللي أنا الفكرة هي كنا نبغى ندي شكل الكيمونو أرت ونعمل مرز بين الكيمونو أرت والعباية طبعا الحضارة والصخصة اليابانية وكأنها كوت يعني كأنه معطف خلينا نتعد من فكرة العباية خلينا يعني العباية لا تزال بس نبغى كمان ندي يعني تطور إلى العباية أنه ممكن العباية تكون يعني ملبوسة على أبني مونتين تكون ملبوسة على مثلا سلون ستريت أتمنى أنه المرأة العربية يعني ممكن تلبس العباية وتكون عندها ثقة أن تلبسها في أي مكان فهي هذه الفكرة ألوان باستيلز كلها لايت كالرز بحرية تتلبس على البحر وتتلبس في السلون ستريت وتلبس أي مكان كيف استوحيت فكرة الثوبة واستلهمتها منها يعني مو واضح أنه تشبه الثوب أو في وجه مثلا لو تشوف الكولر حق القميس هذا جدا مسترحة من الثوب وكل شيء اللي ملبوس تحت العباية بيكون أبيض فهي هذه الفكرة في الستايلينج بيكون كله أبيض تحت فهي هذه الفكرة بيكون زي الثوب مع الستايلينج الأبيض احنا شايفين حتى وطبعا فيه الأركيتكتشور بحب الأركيتكتشور أنا كتير في الكولرز وألوان البسديلز هي دي اسمع ليش قطعتك لا لا سوكي أنه هي الأشكال الهندسية يعني في القصة بزر فيكون مينماليزم يكون بساطة وفي نفس الوقت يكون فيه الأركيتكتشور مع اللي هو الفن الياباني كنت أنا دحن في مؤتمر سوني من يومين وكانوا بيورونا هم التقاليد اليابانية بس عندهم كمان هم تفكير إلى الأمام كيف يطوروها طوروها فأنا أتمنى أنه كمان الزي التوب طبعا والزي اللي هو العبايات يكون يعني فيود عن ديس لبل كمان طبعا احنا كمان شفنا اختيار الأقمشة يعني شايفين استعدادات الصيف فأنت مختار كتير اللينن طبعا هو الليننز والكوتنز ألوان بستيلز ألوان خفيفة هذا طبعا يلو مع الأزرق ممكن يتلبس السهرة ممكن تلبس خرجة عندها هي تلبس هي مسافرة الفكرة هي الواحد ما يتقيد مع العباية ما تكون هي عباية كونسبت تكون هي جاكت طب بس إيش قصة رسومات الطيور تحديدا سوري هادي سوانس كلها مستوحة من الامبرويدري حق الكمانو ارت طبعا هذا الرجالي سويناه في البانيان تري ريزورت الصحراء بقول هي أويسس كوليكشن يعني إحنا خليجية إحنا اخترعنا الأويسس حقنا أويسس ذي الواحة بزر كخليجية إحنا ده حين يعني فعلا إحنا we created our own oasis إحنا عملنا من من الصحراء عملنا إنجاز فهذا هو كان الإنسبريشن الكلكشن اللاينات مرة بسيطة طبعا الرجالي ده حين يكون مرة أبسط النسائي نقدر نعمل الجراء ومع الرجالي ده حين نقدر نعمل الأشياء اللي هي الأبسط طبعا يجي مثلا بعض الناس يقول الثوب ثوب يا جماعة الخير ليش تقعدوا تلعبوا فيه أو تغيروا فيه بالزبط إنت كيف تنظر لها الفكرة وأنت وإيش فكرتكم مستقبلا للثوب إحنا ما بنغير من التوب إحنا التوب هالا موجود لا يزال موجود في الدلعب إحنا بندي خيارات الواحد يكون عنده خيارات يقدر يغير لما واحد يشوف الدلعب كل يوم إنت دروح دلعبك وتشوف إيش فيك نفس التوب كل يوم ما بتبطش يكون عنده خيارات ما بنغير الحضارة بالعكس إحنا نتبغي الحضارة إحنا بندي نتبغي أهميتها حتى عالميا بس في نفس الوقت أن يكون فيه كمان واحد عنده خيارات مميزة طبعا مع رجالي بدأنا نبسط أكتر والنساء نقدر نلعب الجراء في البداية انشهرت أنه غيرت تماما وحتى كل الفنانين لبسوا من عنده بس يعني سويت ضجة بالتغييرات الجزرية كانت فرجعت بعدين الحمد لله يعني عندنا سلرة بريتزة يلبسوها في جوال بدأت تلبس العبايات حقتي وفي سلرة بريتزة مختلفة نبغى دائما ندي الفكرة أنه التوب والحضارة والكولتشور حقتنا الكولتشور ممكن تكون انترناشنال ممكن أي بلد تنظر إليها إلى شيء عالمي وشيء بلشت وهاي فاشن طب كيف في الإقبال من الشباب الآن تحس أنه بدأ يتزايد على هذه الأنواع والله أنا سأللي في سوق ثمانية سنين دحين عندي محلاتي وعندي قلائنتي الحقتي الحمد لله اللي جديد دحين اللي هو النسائي الحمد لله دحين في بريتزة فيباك بس بريتزة الحمد لله طيب يختارون في ناس يختارون تصاميم معينة وتنفذها لهم الناس يعني الرجال دائما يحبوا الأشياء اللي زي كده اللي هي أبسط عندي كمان توبي جونير اللي هو الأطفال أمهات طبعا هي بتقرر فيك على كل شيء بس عامة دائما يكون أشياء كلاسيكية بس فيها تاتش أنا دائما بحب اللي يكون فيه تاتش مميز تاتش يعني مختلف طب بس لأنه أنا كثير حبيت موضوع الأسود وخاصة إذا نركز الكم من الداخل يعني أنتنا ما تتحرك ممكن تشوف تفاصيل اللون الأسود كمان داخل الكم هذه إش يعني مكس شوي جابانيز دائما أنا الكالتشة اليابانية يعني دائما بتكون أنا مستوحة منها يعني دائما بفكر في كمك يا حاتم بفكر في الكلورز بفكر في الأفكار بفكر في الامبرويدري في الفن ما شاء الله الحضارة والكولتشر عندهم يعني فكر فزيعة واللي حلو فيهم كمان عندهم فكر فزيعة وكمان عندهم تفكير يعني أدفانس يعني متوسكين بالحضارة حقتهم وفي نفس الوقت هما للأمان في التكنولوجي هما الأمان في العشن طب لقمش الملونة هذه هي تناسب جميع الفصول صح؟ يعني حتى في الصيف ممكن تلبس قماش ملون على إيش يعتمد النوع القماش هذا؟ هل هو خفيف فقط؟ كل منطقة تختلف في السعودية خصوصا يعني أهل الرياضي يحبوا له مخلوط أكتر وأهل جدا يحبوا الأكتران عشان مع الحار والرطوبة بس عامة يكون خلطة عشان ما يتكرمش حتم فيه كمان توجه أنه كل واحد حابب يكون مميز ويونيك فموضوع الإمبرويدر أنه كل واحد يحط الإنيشلز أو أول حرفين من اسمه جدا أصبح منتشر يعني حتى على الشنط للبنات personalization أيه personal أنه كل واحد يعني هذا ثوب لا تتش بالضبط هل أنت تحصل هالشيء كمان نفس الطلبات في منزبينك للثوب؟ نحن نريد فيه بي سبوك سيرفز الزبون ممكن يجي في مكان اسمه سابل رو في لندن نحن هذه القمة بالنسبال لنا نحن نحاول نتابع أن يكون سابل رو كونسف موجود في التياب طبعا هما بس لنشرح هذا طبعا يسوي سوتس أو بدل لبرينس شارلز مكوين نتعلم هناك كل الأمور هذه فنحن نحاول نريد شوية سابل رو كونسف هذا طبعا البرسوليزيش دائما يكون موجود في التفصيل جميل طيب الجديد الآن بالنسبة لك الآن وش كاعد تفكر فيه بالنسبة للثوب والتطويره والله أنا أتمنى كمان أن أكمل أن أغير البرسيبشن للناس كمصمم أنا إنه فأتمنى دائما أن الناس تنظر إلى الأشياء بطريقة مختلفة إنه العباية الآن شكلها مختلف فأتمنى كمان حتى العالم الأوروبي يعني يشوف العالم الأمريكي يعني يشوف العباية كشي هي فاشن آيتم حاتم عجيل أنت على فكرة تطجم مع مروة بس نما تدخل مديعة الوذر تطجم معه حاتم عجيل المصمم السعودي شكرا 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 يا هلا فيكم